أنت لماذا ترفع الريتم بالمقابلة؟ ترفع الريتم بالترانزيسيون لكن ما قال لطفي هو الاسبيسياليست تكنيسيين لتلحق المرمى الخصم بلا مستوى بلا ما تطلع بزاف النبو صبت حلول مع فريق يلعب بلوكبا وصبت حلول سجد خمس أهداف يعني أنت لماذا تدخل المقابلة وعليش تدير تاكتيك وعليش تدرس الفريق الخصم لكي تشوف النقاط الضعف تاكسي اللعب تاعك ولي بوين فور تاعك باش تربحوه انت سجدت خمس أهداف أنا نعطي علامة كميلة خمسة واحد وشنا كلام نهضر يعني كيما نديرو نحيرو ربحنا مع السينيغال قال مش فيناش لعب اللعبنا مع هادو مش فيناش لعب وش من اللعب تشوف كان بعض المقابلات فيها تقنيات عالية فيها ديجاز تكنيك بصح كان مقابلات واحدة أخرى تحوس عليها تحوس طريقة مهمة ولكن جو بانس بهدو عندو دي سوليسيون بالماضي وعندو يعني لعبين عندو مهارة وكان شيء مهم جدا باش نعطي لابارول هو ان الفريق الوطني سولورينت عجبا بالماضي قليلا ما ينهز ما يهزم هدي سيتام بوان ناس ما تديروش في البال طريقة اللعب ومانش عارف ودي صاح مدى بنا نشوفو كورا جميلة اكستيرا بسح الفريق هذا صاح باش تفوز عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة